النادي الاهلي هو اكتر تتويجا بها تسع القاب لنادي الاهلي المصري خلينا نقول المجموعات اللي تواجدت فيها الاربع مجموعات النادي الاهلي تواجدت في المجموعة الاولى مع الجمارك الناجيري USF USF البركيني وكانون من كونغو الديمقراطية المجموعة الثانية بتضم قرطاج التونسي DG SB كونغولي ونادي سبورتينج المصري ونادي البنك التجاري الكيني المجموعة الثالثة الأنابيب الكيني ونادي الصيد المصري وريفنيو الرواندي وفاب الكاميروني المجموعة الرابعة وهي المجموعة اللي فيها خمس فرق مجموعة مختلفة شوية السجون الكيني آسيك موموزا ساحل العاج ونوكونبو الأغندي والمجمع البترولي الجزائري ونادي الشمس المصري النهاردة بدأت البطولة بدأت البطولة بأربع مباريات خمس مباريات المجموعة الأولى اتلعى فيها من نادي يو اس اف اي من بوركينا فاسو مع الجمارك الناجيري الجمارك الناجيري بيفوز بنتيجة ثلاثة صفر بنتيجة أشواط خمسة وعشرين ثلاثة وخمسة وعشرين تسعة وخمسة وعشرين سبعة عشر المجموعة التانية البنك التجاري الكيني ودي جي اس بي الكنغولي والبنك التجاري الكيني بيفوز ثلاثة صفر بنتيجة أشواط 25.14 25.12 و 25.17 نروح للمجموعة الرابعة وتلعب فيها أسك مموزة باع الأفواري مع جامعة نوكومبو الأغندي وكسب جامعة نوكومبو الأغندي 3.0 بنتيجة أشواط 15.25.13 و 25.9 و 25.19 في المجموعة الثالثة نادي السيد المصري لعب مع نادي فاب الكاميروني بنادي فاب الكاميروني بيفوز على نادي السيد المصري أعتقد نادي السيد برضو ما عندهش الخبرات الأفريقية المطلوبة لكن إن شاء الله في المرحلة اللي جاي يكون لي تواجد على الساحة الأفريقية نادي فاب الكاميروني تكسب 3.0 بنتيجة أشواط 25.22 و 25.14 و 26.24 آخر مباركة مع نادي الشمس نادي الشمس عنده خبرة في اللعب الأفريقي قبل كده وصل الدور النهائي في تونس لكن النهاردة بيخسر من المجمع البترولي 3.2 مباركة قوية جدا أول شوط كان المجمع البترولي 25.15 تاني شوط كان لنادي الشمس 25.22 وتالت شوط لنادي الشمس 25.17 يعني كان نادي الشمس كسبان 2.1 وفي الشوط الرابع 25.20 للمجمع البترولي الجزائري والشوط الأخير 15.10 يعني بنات نادي الشمس بصراحة قدروا يعملوا مباراة قوية مع فرقة مصنفة من الفرقة المصنفة في البطولة المجمع البترولي الجزائري قرطاج التونسي الأنابيب الكيني والسجون الكيني والأهل المصري الخمسة مصنفين للبطولة إن شاء الله نتمنها أهلوية إن شاء الله بإذن الله استعداد قوي جدا بكرة حفل الافتتاح إن شاء الله حفل التعزم الدكتور سراج كان موجود معنا هو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة واتكلب على حفل الافتتاح وقال إن هو في حفل تحسامبل جدا حاجة بتنوم عن تاريخ كرة طايرة في النادي الأهلي بإن النادي الأهلي عمل 9 ألقاب من إجمالي البطولات السبعة وعشرين وده أكبر نادي عامل بطولات في دوري الكرة طايرة أو في بطولات أفريقيا الكرة طايرة خلينا نروح لتقرير عن القرعة وكان معنا تقرير عن دكتور محمد سراج بيتكلم فيه عن القرعة وعن بطولة أفريقيا وكابتن رؤوف عبدالقادر